وحول هذا المنجز ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبدالله جناحي الرئيس التنفيذي لإدارة التطوير والشؤون الفنية والهندسية في شركة مطار البحرين أهلا بك سيد الكريم إذن مستوى متقدم هو المستوى الثالث في هذا الإنجاز من برنامج الاعتماد وما هي كيف تمكنتم من الوصول لهذا المستوى وما هي استراتيجيتكم التي اتبعتوها مثال خير أخوي شهادة الاعتماد الكربوني لإصدرها المجلس العالمي للمطارات ضمن برنامج الانبعاثات الكربونية يتألف من سك مستويات واستطاع مطار البحرين بالتعاون والتنسيق مع الشركات العاملة في المطار تحقيق وبنجاح المستوى الثالث من هذا البرنامج وهو مستوى التحسين ويتطلب هذا المستوى من مشغل المطار توسيع حسابات البصم الكربونية ليشمل انبعاثات غير المباشرة وشراكة جهات المعنية وتوجيها لتقليل نسب الانبعاثات الكربونية وتم التحقيق هذا الهدف خلال مرحلته المرحلة الأولى توسيع نطاق إدارة الانبعاثات الكربونية في شركة مطار البحرين بصفتها المسؤول عن تشغيل المطار لتشمل الانبعاثات الصادرة عن بعض العمليات التي يقوم بها الموظفين أو المسافرين لأغراض العمل أو الركاب وغيرها المرحلة الثانية اشراك جميع الجهات المعنية وتوجيهها للبد في حساب بصمتها الكربونية الخاصة وتعزيز الوعي حول قضية الانبعاثات الكربونية وتغيير المناخ والأهم من ذلك كله توجيهها حول كيفية تقليل الانبعاثات الكربونية نعم سيد الكريم ما همية هذا البرنامج بالنسبة للبحرين وكذلك هذه الشهادة حتى من الناحية البيئية هدفنا في مطار البحرين الدولي هو مواقب التطورات العالمية في هذا المجال والمحافظة على البيئة من خلال تخطيب الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الطيران من خلال تحسين إدارة الكربون في الشركات الرئيسية العاملة في مطار البحرين الدولي وهي لها تأثير كبير في الحق من السهلات المملكة للوقود وترشيد استخدام الطاقة وتخلص من الانبعاثات الكربونية اللي يمكن تجنبها نعم شكرا لك سيد عبدالله جناحي الرئيس التنفيذي لإدارة التطوير والشؤون الفنية والهندسية في شركة مطار البحرين شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك